الكائن الإسرائيلي يبدو أنه من أكثر مستفيدين من هذه الحرب فقد كتبت صحف إسرائيلية قالت أن تجارة السلاح الإسرائيلي ضربت رقماً قياسياً هذا العام لم يسبق لإسرائيل أن باعت 12.5 مليار دولار 12.5 مليار دولار من الأسلحة الإسرائيلية للعالم الخارجي بعت 3 مليار منها لما يسمى دول الإبراهيمية هذه الإمارات والبحرين والمغرب وشكون هذاك البلد الرابع والخامس والأردن بعت لهم 3 مليار دولار ولكن 9 مليار الأخرى ذهبت منها 3.7 إلى أوروبا خاصة إلى ألمانيا ولكن أيضا إلى فنلندا شركة البيت الإسرائيلية بعت 300 مليون دولار للجيش الهولندي ورحت بيع أيضا بما يقارب ذلك للجيش الفنلندي وبعت بما يقارب 100 مليون دولار مسيرات إلى إسطونيا أما الدفع الأكبر فستكون لألمانيا ألمانيا وقعت أكبر عقد تسليح بينها وبين الكيام الإسرائيلي منذ نشوء هذا الكيام منذ قيام أو نشوء هذا الكيام مبلغ ضخم وضخم جدا في طريقه إلى التثبت إذن فقط على المستوى العسكري والأمني لأن الكيام الإسرائيلي يبيع أيضا ويقوم بصفقات أمنية صفقات تدريب إلى آخره إضافة إلى السلاح ما يساوي 12.5 مليار دولار هذا الذي يعلنه هو في الغالب دائما يكون أقل أقل مما يعلن يعني كثير من الشركات ما تحبش تبري كل ما باعت وكل ما صرفت إلى آخره الشركات الإسرائيلية من أكثر الشركات اللي يستعملوا الأوفشور أي يقومون بعملية تهريب هم أيضا لبعض المال وأصلا هذا رئيس الحكومة نتاحهم نتنياهو من بين الأشياء المتهم بها أنه تسامح مع بعض الجل الأعمال اللي قدموا له هدايا وكانوا يقومون بمحاولة تهريب وتهرب ضريبي إلى آخرها أكثر من ذلك ولكن مع هذه المرة مع روسيا مباشرة مش عارف لأ البعض منكم سمع بهذا أم لا السؤال يطرح لتبون اللي يزعم أنه مع فلسطين ظالمة ومظلومة ماذا حدث؟ أمس في وجود تبون في موسكو قال لك أن روسيا وفي اتفاق سري مع دولة الاحتلال فتحت فرع لسفارتها وسط مدينة القدس في انتهاك سارخ للقانون الدولي شكول لي قال هذا الخبر؟ قالت صحيفة إسرائيل اليوم قالت في إن قوة عظمى عالمية ثانية بعد الولايات المتحدة تفتتح ممثلية دبلوماسية في القدس وهي روسيا وأن هذا تم ضمن اتفاق سري بين الطرفين وأنه تم وفي البلدية القدس أيضا إلى آخر أن كانت أرض هناك روسية كانت تريد أن تستولي عليها البلدية فوصلوا إلى اتفاق أن البلدية لا تستولي على هذه الأرض ولكن روسيا تعطيها سبغة دبلوماسية وتفتح فيها فرع لسفارتها هناك طيب سؤال المطروح ما كانش الروس هذو لازم يأخروه اللي يقدموا شوية على الأقل هاو تبقون ثم بشكي يرجع للجزائر يبيع شوية أوهام ويقول لهم إحنا وروحنا لروسيا واللي راي معانا وتعاوننا على الكيان الصديوني ومن يشعر في الأوهام هذيك هذا واحد الأمر الثاني لماذا تقوم روسيا لم تقوم أي دولة أوروبية لا يوجد دولة أوروبية قامت بنقل ولو عشرة متر ما بنت حتى مكتب تابع للسفارة عندنا فروع قنصليات هذا طبيعي لكن ليس للسفارة في فرق ما بين القنصلي والسفارة القنصليات دورها إداري لخدمة المواطنين السفارة دورها سياسي أساسا فما فيش دولة أوروبية أغلبين عظمى من دول العالم ما نقلوا سفاراتهم ما عدا دولتين أو ثلاثة صغار تحت ضغوطات ترامب كانوا باش نقلوها واثنين منهم نقلوا والبقية ما نقلوش والأمريكان ما زال ما نقلوش سفارتهم وفتل أبيب لكن على أساس أن أيضا عندهم فرع رئيسي في القدس وكان في أيام ترامب فقط هذا لتأتي لوسيا فتكون هي الثاني دولة من الدول المهمة في العالم لتفتتح جزء من سفارتها في القدس هذا اختراق للقانون الدولي بريطانيا اللي أنشأت هذا الكائن الإسرائيلي ما درتهاش فرنسا ما درتهاش ألمانيا ما درتهاش في إهانة لما يسمى بمحور الممانعة أو قل المماتعة كما يسموه البعض مش علاقاته مع إيران أنها قوية الآن وإيران حتى تساعد فيهم ومع بشار ومنش عارف وره ها هو موقف أساسي مهم على الصحة الدولية وهو أنها قامت روسيا بفتح فرع لها في القدس وهو تاذع لسفارتها هناك واش تقول روسيا اعترفت رسميا بغرب القدس كعاصمة إسرائيل منذ بضع سنوات ومع ذلك فإن التعهد للبناء الآن لمجال دبلوماسي رسمي في العاصمة يوجد معاني تاريخية لأن كل من الولايات المتحدة وروسيا هم اثنتان من القوى العظمى الأقوى في العالم وستفعلان بشكل عملي وستفعلان بشكل عملي ممثليات دبلوماسية في القدس وهكذا أي العاصمة للدولة اليهودية كما تقول هذه الصحيفة وهكذا يتعزز موقف إسرائيل بأن القدس هي عاصمتها بخلاف قرار التقسيم في 1947 الذي قضى بأن تكون القدس منطقة دولية أي للمسلمين واليهود والمسيحيين وبتحت إشراف دولي باستعدادهم لأن يقوموا الآن ممثلية رسمية في القدس يوجه الروس ضربة شديدة للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس لأنهم لا يشترطون تفعيلها بالوصول إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين